زي أقول لك برضو من ضمن الحاجات اللي فرقها مع برامزكاته إن خالد بصراحة يعني توفيقه بشكل كبير في اختياره للعيبة المحترفة اللي عنده يعني ما بتتكلم في فيستون ماي اللي في فخر لقاي في الشيبي في كارتي في بلاتي توريه يعني توفيق أكتر من توفيق اللي ملازم الأهل والزمالك في المحترفين بتحب هو مش توفيق ده اختيار أصلا الاختيار ده مش حكاية توفيق الاختيار ده أنت بتتابع لعيب كويس فبتتابعه واختيارك بيبقى صح غير ما بتجيب أنت بتشوف مثلا هايلايتس أو خد بالك الهايلايتس ده خادع جدا يعني أنت ما بيتعرض عليك لعيب اللعيبة وأنا ببص كده على الهايلايتس تلاقي إيه ميسي على مرضونا لكن لازم متابعة بتبقى وبعدين أهلي وزمالك انت بتتكلم في جماهيرية بتتكلم في تحمل يعني لازم لعيب كمان يبقى عنده شخصية مش حكاية لعيب مرة علينا بركات لعيبة كتير جدا وكانت لعيبة نجوم فرق وجوم أهلي وزمالك انت نجم فجاي تلاقي جنبك بركاته وأبو تريكا وتلاقي جنبك شيكابالة وزيزو وبين شرقي لأ انت ممكن تختافي في وسط الناس دي فالشخصية مهمة جدا الاختيار ما يبقاش اختيار حتى لازم تسأل عن اللعيب ده إيه سلوك وبره الملعب إيه لأنه ممكن تجيب لعيب كواس جدا يبقى وزلك فرقة يعترض مش عارف ايه كثير المشاكل بيصهر مش عارف بيعمل ايه فلازم الجوانب دي وانت اختيارك للعيب بيبقى فيه جوانب فنية وجوانب سلوكية لازم ان انت حتى لو اللعيب أجنبي سهل جدا ان انت تسأل عليه وتشتغل على الكلام ده وفي دلوقتي محللين أداء وفيه 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 الدنيا بقت أسهل من زمان ان انت تتحدث لكن ان انا جيب للنادي الاهلي واحد زي مودست والنادي الزمالك سامسون بعيد قوي 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 عن مساوء اهلي وزمالك جدا ما العبوش اهلي وزمالك لعبها كويسة اه ده كان من سنتين لعب كويس كان من ثلاث سنين لعب كويس لكن دلوقتي لا ما ينفعش أليو زماني فدي مهمة جدا لأن الأجانب زي ما أنت قلت بيفرقوا جميل جدا بيفرقوا في نتائج الفرق بيرامز موفق جدا إنه هو عنده ومحتفظ بالشيبي مثلا محتفظ بالكارتي محتفظ لقاي بالولد اللي في نص الملعب ده لعيب كويس جدا لا حتى في أنت يا كابتن يعني مثلا حتى أنت مثلا ما تيجي تتبع فريق زي فريق الاتحاد السكنداري ما بولوله حتلاقيه هو هدف الدور السنة اللي فاتت وحتلاقيه هو هدف الفريق وبينفس على هدف الدور السنة اللي لسه مكمل اشتغل مع أنجولا راح اشتغل وعمل بطولة كبيرة وبطولة كويسة انت فاهم فبرضه وانت تكلمه نادي للتعس كده نادي كبير وكل حاجة ولكن مش الأهل مش الزمالك ومع ذلك فيه عين كويسة اختار فعلا مبلوله من اللعيبة وانا يمكن اختارته وانا هنا اختارته السنة اللي فاتت أنه هو أفضل مهاجم محترف في مصر لأنه كان فعلا مستوى كمان السنة دي أعلى من السنة السنة اللي فاتت أعلى من السنة السنة دي بعد البطولة مش عارف فيه دروب في مستوى هو بيفكر في أعتقد كده يعني بيفكر في عروض خارجية مش عايز يعود الكلام ده كله لأنه مستوى قل قوي عن السنة اللي فاتت خصوصا هو عمل بطولة كمان تخلي سعره يعني عالي يعني الحج محمد مسلحي كنا شايفين تسرحاته حتى ما كان بيقعد ويهزر وبيضحك ومش عارف ايه كانوا يجي يقول لك طب مبلوله دلوقتي لأنه عمل بطولة كلها كويس اه أنا كنت تتسأل كابتن الحج محمد مسلحي فتقول له اه مبلوله هو قوس الكامد وانا يقول لك قبل الجندة هو تقول له بعد الانتغام ايه لا لا هو موفق جدا يمكن نادي الاتحاد والحج محمد مسلحي انه هو يجيب واحد بحجم مبلوله انه هو يعني يعني في الدور المصري يبقى ده في الدور المصري ويعمل بطولة افريقية ويبقى ليه سعر كبير ده توفيق طبعا كبير ان يخرج لعيب محترف من نادي الاتحاد يبقى من احسن محترفين فوق اشتركوا في القناة